هذا وقد أشاد رئيس الطائفة الإنجلية بنصر القص أندريا زاكي بتصريحات الرئيس السيسي حول أهمية وضرورة بناء كنيسة بجانب الجامع وقال رئيس الطائفة الإنجلية إن بناء دور العبادة في عهد رئيس السيسي بصمة وطنية لن تنسى في تاريخ نصر الحديثة لافتا إلى أننا أمام قيادة مخلصة ودولة تسعى بشطة الطرق الممكنة لتأصيل الوعي الوطني لدى المواطنين وأضاف أيضا أننا نشهد مصر جديدة في عهد رئيس السيسي بخطوات ثابتة نحو المستقبل وذلك من أجل جميع أبناء مصر وبمسؤولية وطنية مخلصة فقد أشاد أيضا إلى أن المصريين أصبحوا في عهد رئيس السيسي شعبا واحدا في وطن واحد